سلام عليكم وكيف حالكم يا شباب وعساتك وطيبين معكم ابو حسن طيب يا شباب هذا بيستير الشرح انا درويك كات اطلبوه اني بعض اللعيبة بتكلم على التالنت والستات وش اللي يحتاجه من الانشانت والجيم وهو اصلا انشانت الجيم يعتود على الستات حقك هذا غير ان بعض اللعيبة يفدي تكلم معي ابو حسن اللي انحين ترى بدرويك كات ترى يعني صار اضعف كلاسات بالدنجين والريد ما حدي بيه بالكيستون بيمكن ما حديدخلك بالبتل جراوند ها تمشي نفسك يعني هو الكلام هذا صح بس درويك كات يعني حركاته صارت معقدة يا شباب هو مو ضعيف حركاته معقدة تالنت صار معقد مع الحركات صار ان اللعيبة يفهموا له يعني شي يعني صعب عليهم انا اشوف الى الحين ان وضعي انا يا ابو حسن مع الكات ممتاز بالدول وضعي تمام بالبي جي وضعي تمام انا اصلا ما حبى ريد كثير بس اذا دخلت ريدا بشيك واعلمكم بس بالدنجة والكيستون انا تمام انا خلصت كيستون خمسة وين الجلد المتخلف حد هنا اه ستو خمسة خلصت تلعي معنا الدرويد الدرويد دي شباب ترصار عنده بس ثلاثة بليد اللي هي رك وريب وثراش ثراش اللي هي بليد جماعي او ايه هي حد درويد البليد هذه البليدات الثلاثة بس عند الدرويد اي بليد من التالنت واي بليد ثاني من الجير لان فيه الحين تالنت بالجير نفسه اللي هو يجي هنا في بعضها يعطيك البليد اي بليد من هذا الشي ما يعتمد على التالنت اللي موجود يعني مثلا خلنا نقول الحين ليفر خمسة عشر في بلاد سنت يقولك اي بليد تصوي على التارغت يزيد الكرت حقه عشر بالمية ايه بس الثلاث بليدات البليد حق القير والبليد اللي موجود مثلا بالتالنت هذا في فرور فرينزي ما يجيه الكرت عشر بالمية فيعني انت لازم تعرف يشوفوا هذه حتى هم ما وضحوها بس هذا هو ليصاير يا شباب طيب خلنا نتخلنا بالتالنت الحين بلاد سنت انا اللي حلو اشوف انها ممتازة لان الثلاث بليدات هي الاصل الديمج حجل لدرويد ترات فانا اشوف انها عشر بالمية كرت مرة ممتاز بروديوتر انا اشوف انها مرة ممتازة لها تصوي لكي ريسيت للتايجر فيوري تايجر فيوري يا شباب ترجع لك 50 انرجي وتزيد ديميج ال 15 بالمية ومدة عشر ثواني هذي شلون تشتغل دلا بالتالنت اي تارجد لدامك عليه بليد يموت تايجر فيوري عرضه ترجع لك انا افضل انك تستخدم هذي الابلتي بالكي ستون لان الترشات كل ما ما ترش رجعت لك تايجر فيوري ديميج تزيد كل ما مات ثاني رجعت لك بعد نفس الحالة تايجر فيوري فانا اشوف هذي ممتازة في ترش بس بالريد و بالبي جي مهم مرة ممتازة مون فيار حلوة انها تنظاف مي بليد هي تعتبر ماجيك بس تدت تستخدمها هوند كات اذا اخترت هذي التالنت تصير مون فيار تدت تستخدمها بس المشلة ان الانرجي عندك الكات الحين حاليا مرة مزري يالله يالله يرجع لك الانرجي فانا فضلا انك باتتستخدم هذي التالنت نهائيا ياتستخدم بلاتسنت فريد و دينجين فريد و بي جي او بريديتر في تي ستون طيب ليفل ثلاثين يا شباب تغيرت حركة واحدة كانت عندنا ديسبليير زي البلنك حلقة الميج شعلوها و عوضونا بتايجر داش تايجر داش يا شباب هي تطويرة للداش العادية هذي اللي عندك الداش زي ما انتم شايفين كولدون هذي كثير تعطيك ستين ستين بالمئة سبيد لموندة عشر ثواني اذا اخترت هذا التالنت تصير يا شباب الكولدون حقها خمسة واربعين ثانية كل خمسة واربعين ثانية بترجعلك ويعطيك ميتين بالمئة سبيد بس المدت خمس ثواني ملاشة ثواني رونيو نفس اللي كانت باللي جي وقبله اللي هي تعطيك ثلاثين بالمئة اش بي المدت دليجة وخمسة ثانية بعد يترجعلك الحركة هذي انا استخدمها بالدول ضد المالي في الاغلب يعني غير كده انا استخدمها حاليا انا استخدم بالبي جي وغيرها وايل شارج وايل شارج يا شباب مرة ممتازة تعطيك ثيم الابلتي في يعني هي اغلبها انها تتشرج بس خلنا نشوف يعني مثلا انا كات اقدر اشرج وراء التارجت امس لتكلمت بالفيديو اللي راح عن درويد كات القايد وقلت لكم دايما لازم تصير وراء التارجت لان الشانس حالي التارجت مية بالمية بليدك يصير قوي وداميجك قوي وما تواجه حاجة مثل بلوك ولا دج لان بعض البصة بالريد اذا جيد قدامه وضربت صوارك بلوك ولا صوارك دج يسبب انه ينجرس الديمج دايما خلوك وراء البص الا اذا كان فيه تكتيك معين عند الريد او بروس معين لازم توقف جنب التارجت يعني عشان تكتيك معين هذا شي ثاني يا شباب في حاجة ثاني بعد انك اذا رحت مثلا ترافل فورم تجد تنجز اه 12 يارد اظن 12 يارد 20 يارد وتختلف من مكان مكان مثلا انا فورج تلا زي كذا يعني انا فورج مكان مرتفع يصير انجز اكثر من 20 يارد لاحظوا رحت اكثر من 20 يارد ف يعني حسب هذا وفي عندك اللي بدون فورم يعني انطالع بدون فورم فورمك العادي مثلا انت انحجرت من مكان تدر تستخدم فورم عادي هذه تدر تشرج على صديقك الحين شوف يعني اي واحد من الاخويات قريب منك تقدر تنجز لها ثماني وريكم تستخدمها انا بالريد يوم ما كنت اريد به الفير كنت بعض الاحيان يا شباب اطلع من الفورم احط لي ماترو يوخر الفورم من درويد اطلع من الفورم امسك كوي انجز عليه على الطول مثلا اذا كان البصم ترقتني بيضرب علي حركة تحت فهذه حركة مرة ممتازة بس احتاجك ماترو انك تشيل الفورم منك انه هي ما تشتغل لذي شلت الفورم طيب الحين تتعلمنا على لفل ثلاثين يا شباب لفل خمسة واربعين حسب الانتبيه كلها مرة ممتازة الثلاثة البلنس والتانك والرستو انا يعجبني الرستو اني هييل نفسي بوسط البتلدراوند خاصة السوفت موند مرة رقوية تهيين كثير اعتقد انهم نرفوها شوي المهم انهم انها مرة رقوية اكييت اللاعب اهيي نفسي وارجع له واذبحها انا اشوف مرة ممتازة البتلدراوند مادة على لنا اللحين ما اجربتها لنا التانك كانت مرة مرة رقوية بالليجن اه تهييل نفسك ريجن ريشن تهييلها كل ثلاثين عش ثانية وشارجين كل ثلاثين عش ثانية ترجع لك وحدها كان صعب ان واحد يذبحك بس الحين يعني انا اشوف انها مفيدة بس بالريد يمكن او تي ستون لانها تعطيك رديوس للدمج اللي يجيك ستة بالمية يعني مقبول الريد مثل البوس بيضرب ضربة قوية زين انك تنقص من ضربته القوية ستة بالمية بالنس نرفوها اظن كانت اربع يارد او ستة يارد تعطيك الحين صارت ثلاثة يارد وحركات البالنس ما تجد تستخدمها وانكات نهائيا مرة متعبة يعني يمكن بس بشيف ممت ولا شي تحتاجها المهم اذا كنت تروح الريد انا انصحك بيا بالنس عشان الثلاثة يارد زين يعطيك مسافة حركاتك تصير ابعد تضرب من بعيد او تروح تانك تنقص الديمج اللي يجيك اما بالنسبة اللي يلعبون بيجي يا تروح تانك يا تروح هيلر طيب لفل ستين يا شباب لفل ستين نفس اللي كان بالليجي مايتي باش ستن ستت اللاعب خمس ثواني عليها كل داون خمسين ثانية ماسف روت ابريكم اياها شو تشتغل ماسف روت شوفوا هذول مثلا كلهم تارجت مثلا تانك يبغي كيتهم او انت تبغى توقفهم اي تحركوان تعطيهم ماسف روت شوفوا يترووتهم كلهم ترووتوا كلهم وما لها عدد محيين وازين فيها انها تجعد الروت هذا يجعد على تارجت ثلاثين ثانية والكولداون حق الماسف روت ثلاثين ثانية ممكن تحتاجها بدنجن تحتاجها بشيف منت تحتاجها بشي معين بس انك بي جي مايتي باش هو منتازة انك تحتاج انك تستن مثلا الهيلر تحتاج انك تستن على تشبيه ثيب المية خلاص خمس ثواني ما بيموت ما بعدها ما بعدها شي دي تيفون تيفون اللي هيدف اي تارجت عادو ليرت تدفها 15 يارد وتعطيه سلو لمدة 6 ثواني انا في العادة ما استخدمها الا بالايفي والايفي بالبتل رون بس غير ما استخدمها طيب ادعا تشوفوا يعني ما في شي معين هي لازم تختارها اللي تشوف الوضع المناسب اختارها بالتالنت تلي تبي طيب الحين الخربطة كلها تبدأ من لفل 75 لفل 100 في عندك كرينجوف جانجل لفل 75 انا شوف الى الحين هي افضل شي بعضهم يشوف وينز اللي يتسرع البليد حقك خاصة بالبتل فرازراث بليد عند درويد هو ادوى شي تروح وينز انه تسرع البليد يصوي ديمج على التارجت اسرع 20% انا شوف يعني هو صاح ذلكلام يعني مقبول ذلكلام لحد كبير بس انا يلحي مومن كرينجوف جانجل سول فروست يعني مهم مرة انك يحل لك مشتلة الانرجي اللي هي هذي يا شباب اللي مضيع ما يدرونها هذه الصفرة تحل لك المشلة تخفف عليك مشلة انك تسكر حركاتك بالانرجي وتعطيك خمسة بالمية ديمج زيادة يعني انا الحين لا يشوف كريجوف جانجل حزين لفل 9 يا شباب انا اشوف كل الثلاثة مره مفيدة سبير توث تعطي الفورس سبايت حقتي الضربة حقتي تعطيها عشي بالمية ديمج زيادة وتجدد لي الريب الريب اللي هو البليد اللي صوي على التارجت فخلني اوريكم انا مختارها لحين قلني اوريكم مثلا بعطي 1 2 3 4 5 اجمات بعدين بعطي الريب هذه يا شباب عليها الحين بليد بضرب مرثاني 1 2 3 4 5 عندي الحين خمسة اجمات يا شباب مهم محتاج اني اضرب ريب مرثاني اجددها لا اقدر بس اضرب الحركة فورسس بايت يسيل له ديميج وتتجدد دريب شباب هذا غير اذا كنت بي جي يعطيك حاجة انا احاط بالتالنت انها تصوي تنجس اتش بي تارجت 8% اذا اعطيتها فورسس بايت مرثاني 16% تارجت للدامي ينجس ماكسوم اتش بي بس هذا بس بالبي بي بالريدات ما ينفع ما يشتغل لان هذا تالنت البي بي المهم سبر توث انا اشوف مرة ممتازة حاليا سلاش اذا كنت انا اقول اذا كنت ترايح مكان في اي وي كثير يعني داخل كي ستون رح هذا طال عمرك لان ترشات كثير مثلا دنجن لان الكي ستون يختلف في دنجن في ترشات كثير مجموعات من الاد كثير وفي دنجن ما في شوية مجموعات والبصص كلهم سندل تارجد لا تتعب نفسه تروح سلاش رح سندل تارجد عشان تشينون لبصصة بسرعة المهم اذا كان انت داخل مكان في اي وي سلاش مرة ممتازة خاصة انها يعني الانرجي اللي تطلب قليل وعندها ثلاث شارجات سيفيج رول سيفيج رول مرة ممتازة بس مشكلتها حاليا انت لازم تشرجها كل شوي يعني لازم تعبي خمسة نجمات بعدين تشرج سيفيج رول بعدين الحين تبدأ تشغل سيدياتك وتضرب بالبليد اصلا بتصير اصلا بعدما شغلت سيفيج رول ما عندك ما عندك طاقة ان تضرب باقي حركاتك فيعني مهم حاليا مهم بوضعها ممتاز الا اذا صار منشكلت الانرجي كويسة طيب يا شباب ليفل مية ليفل مية يا شباب مرة ممتازة تعطيك انرجي ثلاثين بالمية زيادة مو ثلاثين بالمية ثلاثين شوفوها الحين صارت مية وثلاثين هذا غير ان الفريكاست لانه يجيني انا حركات مجانية اللي هي شارد و ثرش وسوب اللي هي حركة الاوي غير انها تجي مرتين مجانية اثنين انه يقوي شارد مية خمسة عش بالمية هذه الحركة يا شباب هذه الحركة رقم واحد عندي تجوى 15% فممتاز يعني انا اشوف ان هذا ممتاز ويفكر من مشلة ان الانرجي حج يخلص كل شوي طيب بلود يا شباب بلود مرة ممتازة خاصة انها تعطيت 25% دميج زيادة بس مشلتها مثل بس مشلتها يا شباب مثل مشلة سيفج عجب تشرج لها وهذا شي طول يعني يعني امريتم حين شو تشتغل هي لازم اضرب ريدروف او روت على التارجت عشان يجيني بلود اول شي لازم اجمع خمس نقاط شوف الحين لازم اجمع خمس نقاط طيب بعدين اضغط يا ريب يا فورس بايت مثل بضرب فورس بايت جتني ذا البوف لازم الحين يا اضغط ريدروف يا روت مثلا بضغط ريدروف بهاي نفسي الحين جاني البلد اللي هو الحراجتين اللي بصويهم اي حراجتين بصويهم الحين بيزيد الديمج حقهم 25% يعني مثلا انا بعطي زاد ديمج 25% ابعطي شارد لان الحين نور شارد فهذه 15% ديمج زادة و بلد 25% ديمج زادة فيصير دوتهم يعني تقريبا وصلت ديمج حج 3000 وهو اصلا ديمج تقريبا 2000 شوي المهم يعني انا اشوف بلد شوي معقد انه تشيرج هذا شي معا يا تختار مومونت اوف كلورتي يا تختار فرر فرنزي فرر فرنزي مرة ممتازة بالبي جي ضد سندل تارجت يعني مثلا انا شارد عطيتها ريب تايدر فرنزي بعدين اعطيه روت اخلي كل هذي البفات البليد عليه تذبح ونحش يعني لعب نذالة بس هذا الواقع كثير لعب درايد وخاصة انه فرر فرنزي يعني تصوي ديمج بهول تصوي تقريبا 14000 ديمج ب6 ثواني هذا غير اذا شغلتها بتسبب لدي 1895 ديمج وانا بشغلها وتجمع لها غير انها تجمع لي خمس نقاط زيادة فاذا شرج علي مرثانية انا اقدر اعطيه مين اسدتنا مرثانية وامشي فيعني هي ممتازة للبي جي بس مهم ممتازة ابدا للريد او الدنجن تقريبا ممتوف كلورتي او بلارتي هي الافضل طيب الحين خلصنا التننت الحين بتكلم عن الستات الستات انا اعتمد على هذا الكلام الكلام هذا شوي منطقي اذا قلت انت بتروح الدنجنات وريدات فروح هيست وماستري عشان يقوي البليد قوة درويد الحين بالبليد زي ما قلت وخاصة الهيست بيقوي البليد وبيسر حركاتك وبيرجع لك الانرجي بسرعة فانا اشوف ان الهيست 21 الى الحين وكفاية ما ادري كم النسبة اللي لازم تصير مضبوطة للهيست ولا في مواقع ذكرتها بس اعتقد انك اذا وصلت 25 ممكن يصير تمام الهيست الماستري عب اللي تقدر عليه طيب بالنسبة الفستيرتي وكرت فستيرتي اذا وصلت يعني انا اتوقع اذا وصلت 15% 20% بتصير وب وكيف ترفع الكريت الله اعلم يعني انا اشوف انك رفعت الكريت مرة صعب انك ترفع الشيء مثل 40 ولا 35 طيب بعض الناس بيقولون يا ابو حسن لازم الاغلطي الاغلطي موجود بكل الگير الشفاء واحد يضيع انا اتكلم عن السكندري سكندري كلهم فيه وقلتي نفس الأقلتي طيب هذا واحد هاست ماستري واحد فستيرتي تقلو شيء اقريب حسن المهم بتروح رايت ودنجن هاست ماستري بتبغى رايت ارينا انا توقع فستيرتي هو اللي تحتاج طيب الانشان انت يا شباب والجمات على حسب الستات حقك انت رايح هاست ماستري او فستيرتي و يعني مثلا الوبن حقني انا رايح هست اللي هو وفي عندك هنا مثلا رايح هست ماستري ماستري وكذا يعني احاول شوي ارفع ماستري وحاول شوي ارفع الهيست عشان يجوى بليدي ويرجع على طول الانرجي طب الحم بورني لكم وبسط الشباب هذا الانت اللي نستخدم دائما بسند البوس يعني بريد افضل طيب احن بروح ستلث او شي ستلث شوفوا تايدر فيوري يا شباب انت عندك مثلا الحين نبدأ شباب بروح ستلث الحين شباب انجلز والتارلت شوف هنا عندك خيارين يا انك تشغل تايدر فيوري بعدين ريك ويصير ديميج ريك مرة عالي بس بتواجه مشكلة بالانرجي او انك تبدأ بريك واذا صارتلك مشكلة بالانرجي شغل تايدر فيوري عشا ادرويك يعني مثلا على ماشي اصوي ما شغل تايدر فيوري اضرب لريك على طول ريك البليد ريك شارد 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 بعدين شارد بعدين ريب ديميج ريب وعندي انرجي اضرب شارد 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 اضرب فورسي بايد بعدين ريك طبعا واستمر اذا انت تقول مثلا يبو حسن اذا جتني هذي الفري ابي استخدم ثريش عشان نزيد البليد مين مشلة استخدمها لانها فري حركة فري لمشلة ثريش انا مرة كاستها عالي حين نشوف مجانية اوكي خلنا نشوف اذا راحت اربعين انرجي تقريبا نص الانرجي حاجة تروح على بس ذا البليد البليدات الثانية اقل فهذا اغلب شي ودائما تجدد البليد على التارجت طبعا الموضوع بالبي جي يختلف انت الموضوع ان قلت بالفيديو حتى اللي راح لقايد الموضوع بالبي جي يختلف ما في حاجة يعني مثلا انا زي ما قلتلكم مثلا على الوريور شروتها وشو صويت له هذا شي ثاني بس هذا لا استخدمه انا دايما عند سندل بوس بريد اذا كان مثلا بوسين اذا كان مثلا بوسين دايما وشو اصوي اعبي البليد على الثاني هنا اعبي بليد بعد اشغل على هذا اعبي هذا عليه بعد بليد بعد ارجع هذا وتأكد ان البليد شغال وارجع هذا وتأكد ان البليد شغال زي كذا فانت الحين يزيد ديميجك لان عندك اثنين عليهم بليد هذا اللي يصير حاليا اذا كانوا اثنين اذا كانوا اكثر انا افضل انك تروح سلاش عاش تصوي ديميج مهول على المجموعة هذا يا شباب الاغلب اللي فهمت اذا في اي شي تعليق اكتبوا لي بالكومنت ونشوف ممكن الكلام حق الستاتي تغير ممكن اشياء تغير الله اعلم يا شباب ان شاء الله هذا الفيديو حسب اللي طلبتوه يا شباب ان شاء الله يعجبكم لا تنسوا لايك وسبسكرايب يا شباب سلام